المشهد ضبابي في القابون وسط ترقب للتطورات تعقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو والذي كان سيبدأ ولايته الرئاسية الثالثة قادة الانقلاب يعلنون أن المجلس العسكري عين الجنرال بريس أولغي نهيما زعيما للمرحلة الانتقالية وتطورات تأتي بعد وضع الرئيس علي بونغو تحت الإقامة الجبرية وإلغاء نتائج الانتخابات مرتدادات الخطوة العسكرية في القابون وما السيناريوهات السياسية المرتقبة في هذه المرحلة معنا من ليبرفيل مدير التحرير في القابون ميديا تايم السيد موريل مونجو مويجو أهلا بك سيد مويجو معي في غرفة الأخبار سيد مويجو تفاجأ العالم بعملية الانقلاب هذه هي عملية انقلاب نستطيع القول أنها بيضاء تم احتجاز الرئيس علي وتعيين الجنرال في الحرس الرئاسي رئيسا للمرحلة الانتقالية ما الذي حدث ما الذي أوصل الأوضاع في القابون إلى ما نراه الآن هناك الكثير من الأسباب التي يمكن تفسيرها من خلال هذه المحاولة الانقلابية ينبغي أن نعرف بأن هذه المحاولة قد حدثت خلال دقائق بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية العامة التي أقيمت في 26 من أغسطس من هذا الشهر وبعد الإعلان عن النتائج فإن العسكر اجتمعوا في لجنة انتقالية وطبعا قرروا بأن يتحملوا مسؤوليتهم باعتبار أن نتائج لم بآء بأن الانتخابات لم تكن شفافة بأن النتائج التي أعطت الرئيس علي بونغو الفترة الثالثة كانت مزورة سيد مويجو الرئيس الرئيس علي بونغو بالطبع لديه جذور عميقة سياسية هو حكم 14 عاما والده حكم 41 عاما أيضا جذور عميقة ارتباطات قوية بمؤسسات الدولة كيف حدث هذا الانقلاب وإلى أي مدى يعني بالنسبة للأوساط في البونغو هناك هل هناك في القابون هل هناك إحساس بأن هذه الانتخابات كانت مزورة أم لا قبل إجراء الانتخابات بالحديث طبعا أثناء المسار الانتخابي كان هناك طبعا معارضة لنتائج أو للانتخابات نفسها لأن اللجنة المنظمة للانتخابات اتخذت بعض الإجراءات على سبيل المثال فيما يخص بأن العمليات التصويت حدثت مثلا في وقت معين وكانت هناك كما قلت امتعاض وكان هناك امتعاض من ذلك والمعارض الرئيسي كان وبكل وضوح قدر بأن الانتخابات لم تكن شفافة وبأن النتائج بكل تأكيد تم تزويرها وإذا وهذا يمكن أن يفسر هذا الشعور بأن الانتخابات قد تم تلاعب بها وأن النتائج لم تكن ذات مصداقية دعني أتوقف معك هنا سيد مويجو حول الموقف الفرنسي هو طبعا أدان هذا الانقلاب هو تربطه علاقات قوية بالرئيس علي مونجو وبأيضا كثير من الرؤساء بناء على سلسلة من الشركات التجارية وحقوق الامتياز والتعدين وما شابه البعض يقول ها هو أيضا الجانب الفرنسي هو الخاسر أيضا في القابون ما الموقف من الجانب الفرنسي وهل تتوقع تكون ردة الفعل الفرنسية قوية بالنسبة للقابون ما يمكن قوله طبعا بعد ردة الفعل الفرنسية لأنها تحركت مبدئيا من خلال وزيرة أو رئيسة الوزراء بورن ثم طبعا الوزير أوليفي فيرون فهذا الموقف لم يحدد جيدا وطبعا الشعب يعتبر قبل أن يعتبر الشعب أن الجيش قد تسلم السلطة فهذا كان ربما وخاصة بعد العلاقات التي يريدون إقامتها أقصد هؤلاء مع فرنسا سيد مويجو بالنسبة للجانب الفرنسي هو يستثمر ولديه حقوق امتياز كبيرة في الموارد هناك في يعني في هذا البلد بالنسبة للقابون ما حجم الموارد التي تستثمرها فرنسا يعني ما حجم الخسارة التي ممكن أن تخسرها فرنسا إذا ما أوجد شريك آخر عن الشركات الفرنسية ما سيخسرونه بكل تأكيد الفرنسيين وما يمكن أن أقوله الآن هو أن آخر تصريح للجنة الانتقالية والذي طبعا كان قبل دقائق فقط قد أوضح وخاصة الرجل القوي طبعا اليوم الجنرال بغيس أوليغين قد أوضح تماما بأنه سيضمن الاقتصاد أو الوضع الاقتصادي الجيد وطبعا حين نفكر في الاقتصاد نتكلم عن الشركات الفرنسية وغيرها وأعتقد بأنه سيحاول الحفاظ على تلك المصالح لتلك الشركات إذن إذا تحدثنا عن المؤسسات الفرنسية فأعتقد بأن الجيش سيضمنون وطبعا بناء على العلاقة التي تربط بين فرنسا وقابون لكن سيد مويجو الثروات التي تتحكم فيها فرنسا في القابون ما طبيعتها؟ هل هناك امتعاض شعبي منها بناء على مستويات الفقر مثلا؟ لا لا أظن بأن الجابون مختلفة تماما مثلا إذا تحدثنا عن النيجر هناك بعض الأصوات التي ربما ترتفع ضد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية لجابون ولكن ليس نفس الشعور كما قلت الذي يحس به في إفريقيا الغربية وحتى لو تحدث الناس عن شعور مضاد لفرنسا ولكن ما يقوله الجابونيون هو إذا تحدثنا مثلا عن تقسيم الثروات فهذا التقسيم لم يكن فعالا ولم ينفع كل الجابونيين تحت حكم علي بونجو إذن لم نحن لا نلوم فرنسا ولكن نلوم القادة الذين جعلوا هذا الأمر طبعا وتدعمهم فرنسا لكن سيد مويجو ربما يعيد أو يتم عادة علي بانجو بالدفع من الجانب الفرنسي أو عبر القوة الفرنسية هنا دعني أذهب معك إلى شخصية الجنرال نيجيما شخصية لا يعرف عنها كثير لكنها الآن ستقود هذه العملية الانتقالية هو تحدث عن ربما رجل مدني أو شخصية مدنية العملية الانتقالية لكنه قبل قليل أعلن أنه رئيس للمجلس الانتقالي أو الفترة الانتقالية ما الذي يعرفه الجابونيون عن الجنرال نيجيما إلى الآن الجنرال نيجيما معروف جدا في الجابون بالطبع هو عسكري وأيضا درس مثلا في أو كان يخدم في الحرس الجمهوري وكان قائدا لها والتي طبعا كونها الرئيس السابق عمر بونغو إذن هو لديه تلك المصداقية في المجال العسكري وكان أيضا رئيسا للاستخبارات وأثناء قدوم الرئيس علي بونغو للسلطة تم استبعاده قليلا لأنه بعث كملحق عسكري في إفريقيا الجنوبية ثم بعد ذلك في السنغال ولكنه عاد بعد ذلك في 2019 وتسلم رئاسة الاستخبارات ثم بعد ذلك تم ترقيته ومؤخرا كان قائدا للحرس الجمهوري وهي إحدى الوحدات الخاصة للجيش الغابوني سيد مويجو ما الذي يجعل هذا الانقلاب في نسخته الحالية مختلفا عن أي انقلاب آخر وما مدى واقعية الحديث بأن هذا الانقلاب سيكون ناجحا أظن بأنه مختلف نعم لأنه قد حصل على دعم الشعب الغابوني وأيضا كان هذا متوقعا لأنها لم تكن المرة الأولى التي الرئيس علي بونغو يواجه محاولة انقلابية نذكر بأنه في 2019 وبعد الحادث الذي حدث له وإصابته بالجلطة فبعض الضباط حاولوا الانقلاب وسيطروا على التلفزيون وحاولوا السيطرة على السلطة إذن هذان الأمران هما الذان يجعلان ربما هذا الانقلاب مختلفا وأثناء حوار مع جريدة لوموند الفرنسية الجنرال بريس قائد المرحلة الانتقالية قد فسر بأن الدوافع كانت شرعية ومشروعة وأيضا بسبب طبعا انعدام الكفاءة في الحكم وأيضا بسبب الحالة الصحية للرئيس والتي لم تسمح له أو لا تسمح له بأن يقود البلاد من ليبرفيل مدير التحرير في القابون ميديا تايم موريل مونجو مويجو شكرا جزيلا لك